هذه الليلة شن الغزاة الروس هجوماً صاروخياً على مدينة الفوف حيث أطلقوا عشرة صواريخ كاليبر استطاع الجيش الأوكراني تدمير سبعة منها نتيجة قصف المدينة تضرر مرفق شديد الأهمية للبنية التحتية ومبنى سكني حيث تم تدمير الطابقين الثالث والرابع في قطاعين من المبنى ووصف رئيس بلدية الفوف أندري سادافي القصف بأنه أكبر هجوم على البنية التحتية المدنية للمدينة منذ بدء الغزو الواسع للنطاق لا زالت عمليات الإنقاذ مستمرة وقد ارتفع عدد جرحى نتيجة الهجوم إلى 34 شخصاً صرح بذلك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية مكسيم كوزيسكي وأسفر الانفجارات عن مقتل أربعة أشخاص